دايماً في كل مرة بنكون معاك من هنا بنكون مبسوطين بحالة الجو وحالة الإقبال بقى من السياح اللي موجودين والجنسيات المختلفة اللي موجودة هنا على شاطر مدينة العالمين الجديدة ودايماً انت بتكون مبسوط أصلاً بالدوت جداً انت شايف احنا وقفين هنا على البيتش هنا انت شايف تقريباً تقريباً يعني البيتش كله أجانب طبعاً احنا يعني اكيد احنا مبسوطين ان في سياحة داخلية في هلنا واخوتنا من كل حتة في مصر موجودين بس أنا مبسوط بفكرة السياحة الأجنبية لأن عمر الساحل مكان مقصد سياحي للأجانب أو للسياحة الأجنبية كان يعني بالكتير بتشوف بعض السياحة من إخواتنا في الوطن العربي من الخليج العربي موجودين لكن انت تشوف سياحة أجنبية بكم الجنسيات اللي احنا شايفينها دي من أوروبا ومن أمريكا ومن الفر إيست موجودين هنا الأحلى والأجمل أن أنت لما بتسألهم ولما بتتكلم معهم وبتاخد رأيهم وبتشوف الريفيو بتاحهم عن الonomيز والتجربة بتاعتهم هنا كلهم مبسوطين وكلهم مبهرين أنت شفت ده المرة اللي فاتت وأنا طول ما أنا قاعد في القتل بكلم الناس وبسألهم وباخد رأيهم festivals كلها مبسوطة جدا 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 مبسطة بالأسعار الأسعار أفورد باللي بالنسبة لهم أسعار بالنسبة لهم كويسة جدا مبسوطين بالسيرفيس وبالخدمة هنا مبسوطين بكل حاجة فدي في حد ذاتها حاجة بالنسبة لي مهمة جداً لأنه ممكن حد يجي وما يبسطش وممكن حد يجي مرة وما يجيش تاني لكن هم يبقوا جايين وأول مرة يجوا مصر ويتبقى الانطباع الأول ليهم خطير كده ومبسوطين كده وفرحانين كده ومنباهرين كده فده معناه أن هم يجوا مرة واثنين وثلاثة ولما هيروحوا وهيقولوا لصحابهم والأهلهم هيكتبوا على كل الويب سايتس اللي هي الخاصة بالسفر وكده هيكتبوا الرفيوز بتاعتهم أي حد فينا لما بيسافر في أي حد تبرى بيخش يشوفوا الرفيوز عن قتل عن مكان عن بلد فالكسپيرينس بتاعت الناس بتاعت الانديوزر المستهلك ده بيكون هو أصدق انطباع يعني ويمكن كمان بحكم شغلنا احنا شفنا كمية الفرحة الموجودة عند الناس في المنطقة الترفيهية في الفقارات طبعا اللي بتكون موجودة بالليل فكل الناس وكل الفئات الحقيقة بتكون مبسوطة هنا في مدينة العلمين ودي الميزة اللي حققتها مدينة العلمين والمهرجان من بدايته اشتركوا في القناة